بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنانا وابنتنا طلبة الصف الثالث تشغيل المعادن أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم في بيتنا مدرسة ورجعت لكم تاني ومدة التفريز والتجليخ في الحلقات اللي فاتت خدنا مع بعض عمليات التفريز على مكينة الفريزة الأفق العامة وقدرنا نحسب عدد لفات يد الجهاز في التأسيم البسيط والتأسيم الفارقي وفي الحلقة اللي بعدها خدنا عملية قطع التروس على مكينة الهب طيب والنهاردة جاي لنا بإيه مستر محمد؟ النهاردة جاي لكم ببداية التجليخ هو إيه عملية التجليخ؟ كلنا في الورش شفنا حجر التجليخ وحجر التجليخ ده شفنا إننا في مكينة تجليخ عادية اللي بقدر أعمل عليها سن الأدوات القطع وفي مكينة تجليخ تانية اللي بقدر أعمل عليها عمليات التجليخ إذا كانت عمليات تجليخ سطحي أو عمليات تجليخ استوانية داخلية أو خارجية ولكن لازم نخلي بالنا من حاجات مهمة إيه هي الحاجات المهمة؟ أنا جاي لك النهاردة علشان ندرس كل حاجة في عمليات التجليخ كل حاجة زي إيه؟ يعني مثلا حجر التجليخ ده بيتكون من إيه؟ هي عمليات التجليخ أنا ممكن أستخدمها في إيه؟ نمر واحد عمليات التجليخ أنا باستخدمها لو أنا عندي مشغولة مثلا معمولة على المخرطة أو معمولة على المقشطة أو معمولة على الفريزة وفاضل أبعاد قليلة عايزة تتشال يعني حاجات كده زي الاتنين من عشرة ملي والواحد من عشرة ملي وممكن تكون أبعاد أقل من كده كمان يبقى أنا عايز أوصل بالأبعاد للأرقام المطلوبة بالضبط يعني عايز أعمل تشطيب للأبعاد جيد جدا أوصل بالأبعاد للأبعاد المطلوب نمر اتنين أعمل تشطيب جيد للسطح إن السطح بتاعي عايز أوصل بدرجة النعومة بتاعته لدرجة معينة طيب نمر تلاتة إيه؟ نمر تلاتة إن أنا دلوقتي ممكن يبقى عندي مشغولات المشغولات ديت ممكن تكون مشكلة بالحدادة أو معمولة عملية تشكيل عن طريق عمليات السباكة أو عمليات الحدادة مشكلة بطرق مختلفة طيب والعمليات ديت ممكن يحصل إيه؟ ممكن يكون عندي شوية زوائد زيادات في الأحرف زيادات زي الرايش اللي جاي زيادة في المعدن فحروح أشيل عمليات الحاجات الزائدة ديت حاشلها به عن طريق حجر التجليخ طيب وحجر التجليخ يبقى أنا حوصل به بالأبعاد للشكل المطلوب حوصل به كمان لدرجة تشطيب الأسطح حوصل به كمان إن أنا شيل الزوائد بتاعتي طيب وحجر التجليخ بيتكون من إيه؟ مش كلنا عارفين إن حجر التجليخ ده بيبقى فيه بيطلع وأنا بعمل عملية السن كده بيطلع منه شرارة طيب لو مسكت الحجر بيدك وهو واقف أو قعتم تلمس الحجر ده وبيتحرك أوه الحجر ده حتلاقي فيه أجزاء خاشنة كده أجزاء مادة حكة طيب والمواد الحكة اللي بتشيل المعدن دي اتربطت مع بعض إزاي؟ ربطت الأجسام الصلبة الصغيرة اللي هي الأجسام الحكة دي ربطتها ببعض إزاي؟ آه ربطتها طالما كلمة ربطتها جات يبقى فيه مادة ربطة طيب تعالوا مع بعض كده نشوف هو حجر التجليخ ده بنعمل بيه إيه؟ وبيتكون من إيه؟ ونرجع نيه لبعضنا تاني نشوف كده مع بعض التجليخ كلمة التجليخ بتجرى عملية التجليخ ديت لعمليات التجليخ بتجرى عملية التجليخ والتنعيم بغرض إن أنا أعمل إكساب للأسطح بتاعتي بجودة عالية وبتستخدم للأسطح العالية في الصلاة ده يعني لازم تكون نشفة ما تكونش مواد طرية للحصول على جودة سطح عالية نوعا مثل عملية الخراطة والأشط والتفريز وكمان شحز أسطح أدوات القطع يعني أنا بعمل عملية التجليخ ديت عشان أوصد بالمشغولات اللي اتعملت على كل أدوات التشغيل أو مكينات التشغيل بالأبعاد والجودة المطلوبة زائد إن أنا كمان بقدر إن أنا أعمل عملية شحز شحز يعني سن لأدوات القطع وطبعاً هيكون ده عن طريق المادة السحجة أو المادة الحكة اللي موجودة في حجر التجليخ طيب تعال نشوف مع بعض الغرض من عمليات التجليخ الغرض نمرة واحد إن أنا أعمل تشطيب المشغولات المنتهية تشكيلها على مكينات التشغيل بأبعاد دقيقة يبقى حوصل بالأبعاد لأبعاد دقيقة جداً حشيل حاجات قليلة قوي في عمق القطع في كل وش نمرة اتنين تشطيب المشغولات المشكلة بالحدادة والسباكة لأبعادها المطلوبة دون تدخل أي أداة يعني كونية متشكلة بالسباكة أو بالحدادة وعايز أشيل الزوائد اللي فيها عايز أشيل الرائش اللي فيها من غير ما روح أعمل عمليات خراطة ووصل كمان بسرعة ودقة ونعومة نمرة ثلاثة إن أنا أعمل إزالة لزوائد المشغولات المشكلة بالحدادة والسباكة طيب وحجر التجليخ بتتكون من إيه؟ بتتكون من نمرة واحد المادة السحجة اللي هي المادة القطعة اللي بتاكل وبعد كده المادة الربطة طيب والمادة السحجة دي المادة السحجة دي في منها نوعين نوع بنقول عليه مواد طبيعية ونوع بنقول عليه مواد صناعية مواد طبيعية يعني مستخرجة من الطبيعة زي إيه؟ زي السلكة اللي هو الرمل نمرة اتنين مسحوق السحج مسحوق السنفرة نمرة تلاتة مسحوق الكوراندم نمرة اربعة حبيبات الماس نمرة خمسة الجرنيت أو العقيق الأحمر طبعا أصلب المعادن اللي هي الماس والعقيق ودول من أصلب المعادن وبالتالي هتكون مادة سحجة بتاكل في المعادن التانية إنما هي ما بتتأكلش طب المواد الصناعية أول ما تلاقي عندك حاجة اسمها كربيد أو حاجة اسمها أكسيد اعرف إن دي مادة صناعية يبقى المواد الصناعية نمرة واحد كربيد السيليكون نمرة اتنين أكسيد الألمونيوم نمرة ثلاثة كربيد البرون يبقى تخلي بالك إن المادة السحجة أو المادة القطعة في منها مواد طبيعية ومواد صناعية وحتلقى مكتوبة في الكتب مواد صناعية أو مواد تخليقية يبقى المواد الطبيعية السيليكا أو الرمل ومسحوق السحج ومسحوق الكوراندم وحبيبات الماس والجرنيت ومواد صناعية زي الكربيد السيليكون وأكسيد الألمونيوم وكربيد البرون طب والمادة الربطة هي المادة اللي بتاخد الحبيبات بقى زا كانت حبيبات من مواد طبيعية أو صناعية وتربطها ببعض علشان توصلي وتوريني شكل حجر التجليخ اللي انت بتشوفه يبقى المادة الربطة هي المادة التي تربط حبيبات السحجة ببعضها لإيه؟ البعض طب بتتكون من إيه؟ أنواحها إيه؟ نمرة واحد المواد المزججة نمرة اتنين الزجاج المائي نمرة تلاتة المطاط نمرة اربعة الباكالايت طب هو حجر التجليخ ده حيبقى دايما بنعومة وحدة أو بخشونة وحدة لأ طبعا ده حجر التجليخ يا أولاد لازم هيكون له درجة خشونة على حسب عمق القطع اللي هو هيكله يعني الحبيبات السحجة اللي أنا قلت عليها إن الحجر عندي بيتكون من حاجتين مادة سحجة ومادة ربطة مادة سحجة ومادة إيه؟ ربطة المادتين دول هيختلفوا عن بعض في إيه؟ نمرة واحد إن المادة السحجة دي حتكون حبيباتها كبيرة أو حبيباتها خشنة يعني لما حكون بتشيل عمق قطع كبير والمادة الربطة دي والمادة السحجة آسف حتكون كبيرة لما تشيل عمق قطع كبير وحتكون حبيباتها صغيرة وأصغر 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 لحد ما تقرب إنها تبقى شكل المسحوق إنما كلما كان كبيرة حتشيل عمق خطع كبير وكلما كان صغيرة حتشيل عمق خطع قليل طب دي حاجة طب والمادة الربطة المادة الربطة أنا ممكن أكون محتاج مادة ربطة تكون قوية ما بتفكش بسرعة علشان تحتفظ بالحبيبات القطعة لو كانت صلبة أو المدة معينة وممكن تبقى مادة فيها من الضعف علشان كلما الحبيبات القطعة دي كلما يحصلها تثلم يعني ما تبقاش قطعة يعني أقدر أشيلها بالمادة الربطة اللي شايلها وأضيعها طب أنا دلوقتي لما حاجة أشتري حجر تجليخ حلاقة عليه إيه؟ حلاقة عليه حروف الحروف دي بتمثل نوع المادة الربطة نوع المادة الحجة حجم الحبيبات وكمان لازم حيبقى موجود عليها إيه؟ حيبقى موجود عليها القطر بتاع الحجر الخارجي والداخلي وسمك الإيه؟ وسمك الحجر وده اللي احنا بنسميه ترقيم الأحجار الحجر يبقى عليه بيانات أعرف نوع المادة الحكة ونوع المادة الربطة والمواد اللي موجودة فيه وإزاي ارتبطها علشان أخلي بالي ده حيستخدم لإيه؟ وده حيستخدم لإيه؟ تعالوا نشوف مع بعض ترقيم أحجار التجليخ أنا دلوقتي بيبقى عندي الأرقام دي كده مكتوبة على الحجر طد دي بتمثل إيه؟ أول حاجة من هنا الحرف ده بيمثل نوع الرابط نوع المادة الربطة الرقم ده بيمثل البنية البنية دي يعني ما بين الحبيبة والحبيبة مسافة كبيرة ولا قليلة لازقين في بعض ولا في مسامية وفراغية طيب والحرف اللي هنا أنا أخلي بالك أنا بقول حرف رقم حرف لأن الحروف دي ممكن تتغير والأرقام دي ممكن تتغير وحنشوف بتتغير إزاي؟ طيب والحرف ده بيمثل إيه؟ ده بيمثل درجة صلابة المادة الربطة طيب والرقم ده بيمثل إيه؟ بيمثل حجم الحبيبات طيب والحرف ده بيمثل إيه؟ نوع المادة السحجة طيب تعالى هو الحروف دي ممكن تتغير يبقى شكلها إيه؟ بص معاي نمرة واحد الفي يعني مادة مزججة اللي هي من أنواع المواد الرابطة اللي إحنا إسا واخدنا إحنا قلنا المادة الرابطة مادة مزججة مواد مزججة أو زجاج مائي أو المطاط أو الباكاليت يبقى أنا عندي الفي اللي هي المادة المزججة البي بتمثل مواد القلفونية الار اختصال للربطة اللي هو المطاط والإي اللي هي الراتينج طيب نيجي بعد كده والإس اللي هي السيليكات طيب تعالى نروح نشوف بعد كده الرقم ده بتاع البنية البنية دي ممكن تكون كسيفة أو تكون مسامية طيب كسيفة من كام لكام ومسمية من كام لكام لو كسيف يبقى الرقم ده من 1 ل8 يبقى أكيد الخمسة دي معناها أن البنية دي كسيفة طيب ويه لو كانت مسامية يبقى الرقم ده من 9 ال15 يبقى الرقم ده حيكون من 1 لحد 15 لو من 1 لتمانية يبقى كسيف من 9 ال15 يبقى إيه؟ يبقى مسامي طب تعالى بعد كده درجة الصلابة بتاعت المادة الرابطة ده حرف K الصلابة بتاعت المادة الرابطة بتبدأ من ال-A لغاية الزد من ال-A لحد الزد طب تعالى كده نشوف لو هي A, B, C, D في الحروف دي الأربعة دول يبقى دي مادة لدنة أو طرية المادة الرابطة مادة لدنة أو ايه أو طرية إنما لو كانت من ال-A لغاية ال-U تبقى دي مادة ايه؟ مادة متوسطة التراوة طيب لو كانت في الحروف اللي بقية من الفي لغاية الزد يبقى دي مادة صالدة يبقى لازم اخلي بالي من الحروف دي وخلي بالك عشان بتيجي في الامتحانات كتير ييجي اكتب لي سطر زي ده ويقول لي الكلام ده معناه ايه فقول له ان الفي معناه ان دي مادة مزججة خمسة معناه ان البنية بتاعتي كسيفة الكي يعني الكي دي موجودة فين؟ موجودة في المجموعة الأرقام دي يبقى دي مادة الربطة مادة متوسطة طيب وحجم الحبيبات خلي بالك بقى ان حجم الحبيبات عندي من غليز لمتوسط لدقيق لمسحوق المسحوق يبقى الرقم بتاعي من ميتين وعشرين لستمية ولو كان دقيق يبقى الرقم بتاعي من تمانين لمية وتمانين ولو كان متوسط يبقى من تلاتين لستين واذا كان غليز يبقى من تمانية لاربعة وعشرين يبقى ايزا دا دلوقتي انا عندي الحجم بتاع الحبيبات غليز متوسط الدقيق مسحوق المسحوق من ميتين وعشرين لستمية الدقيق من تمانين لمية وتمانين المتوسط من تلاتين لستين الغليز من تمانية لاربعة وعشرين طب والحروف دي المادة السحجة تبقى الايه يعني اكسيد الالمونيوم والسي يعني كاربيد السيليكون طب انا دلوقتي لو جيت وانا بشتغل بحجر وعايز استخدم مادة ربطة المادة الربطة دي ايه العوامل اللي بتأثر عليها العوامل اللي حتأثر عليها ان انا لو انا عايز استخدم مادة ربطة معينة لازم اخلي بالي من مجموع من الحاجات نمرة واحد طول القوس بتاع التماس الحجر دا مدور وبيعمل عملية تماس في الشغلة اللي بيعمل عليه عملية التجليخ يبقى طول القوس نمرة اتنين سرعة القطع نمرة تلاتة طبيعة الحجر ان الحجر دا لو مفهوش اهتزازات انا ممكن اجيب مادة ما تكونش صالدة قوي انما لو فيه اهتزازات يبقى لازم مادة صالدة علشان ما تتفتتش بنية الايه بنية الحجر تعالا كده نشوف ايه هي العوامل اللي بتأثر علي المادة الربطة وايه هي اشكال احجار التجليخ بس لازم تخلي بالك من حاجة ان فيه حاجة اسمها احجار التجليخ وحاجة اسمها اقلام التجليخ حجر التجليخ القرص المدور اللي انت بتعمل عليه عملية سن ادوات القطع او بتعمل عليه عملية تشطيب الاسطح انما اقلام التجليخ هي احجار تجليخ صغيرة جدا ممكن تبقى الكبير منها ان انت تقدر تركبه على مكان البنطة بتاعة المتقاب بتعمل تجليخ مثلا لجزء بتاعة تقب ده كمان عايز اقولك ان اقلام التجليخ في اقلام تجليخ صغيرة جدا بيستخدمها ده كترة الاسنان في عملية التسوية داخل الاسنان وتسوية الثقوب لما بيكون في عملية ثقب جوة الدروس علشان نعمل الحشو يبقى لازم تخلي بالك من حاجة اسمها احجار التجليخ وحاجة اسمها اقلام الايه التجليخ نبص كده مع بعض نيجي نقول العوامل التي تلعب دورا هاما في اختيار مادة او المادة الربطة العوامل اللي بتلعب دورا مهما هي ايه نمر واحد كلما زاد قوس التماس بين الشغلة والحجر كلما اقتضى الامر اختيار مادة ربطة طري كل القسم يبقى كبير اخد مادة ربطة ايه طري نمر اتنين كلما زادت سرعة التجليخ كلما تطلب الامر مواد ربطة صالدة يبقى كلما كانت سرعة التجليخ عالية حاجيب مواد ربطة ايه صالدة عشان الحجر يقدر يقاوم الاجهادات اللي هتقع عليه نمر اتلاتة كلما خلت طبيعة عملية التجليخ من الاهتزازات سواء من المكان او الشغلة كلما قلت الحاجة الاختيار مادة طري مواد ربطة ايه صالدة يعني لما يكون فيه اهتزازات تبقى المادة صالدة اللي فيه مفيش اهتزازات يبقى ممكن اخد مادة ربطة مش ايه مش صالدة نمر اربعة استخدام سائل التبريد بيشجع على اختيار احجار تجليخ ربطة ايه صالدة يبقى لو انا باستخدم سائل تبريد يبقى حيحصل تبريد وتقليل في الاجهادات يبقى حاخد مادة ربطة ايه صالدة تعالي نشوف مع بعض اشكال احجار التجليخ احجار التجليخ بص كده ده شكل استواني بنسميه استواني قضحي عدل ده استواني قضحي مزدوج ده استواني قضحي برضو بس بيكون متسعة يعني فيه فراغ من هنا وفراغ من الجزء التاني ده استواني عدل مفيش جواه فراغات ده استواني بتجويف من احد الجوانب ده استواني بتجويف من الجانبين فيه تجويف في الجانبين ده استواني مجلب يعني فيه جزء كده عامل زي الجلب طيب نيجي بعد كده عندي ده طبق ده جزء حجر تجليخ طبق عميق ولاحظ ان فيه هنا ميل لان الميول دي هنا هستخدمها وحنعرف هنستخدمها ازاي ده برضو عبارة عن طبق مسطح ده حجر قطع ده استواني غنفاري يعني فيه هنا جزء كده علشان لو عايز اعمل عملية تسنف اجزاء معينة وبتطلب اجزاء فيها فراغات ده استواني بغنفاري بارز ده غنفاري ساقط يعني للداخل وده غنفاري بارز ده استواني مائل من جانب واحد وده استواني مائل من الايه من الجانبين كده انت عرفت ان دول اسمهم احجار الايه التجليخ وانا قلت لك خلي بالك وخلي بالك الفرق ما بين مين ومين ما بين احجار التجليخ واقلام التجليخ تعالى نشوف أقلام التجليخ دي أقلام التجليخ ده حجر تجليخ صغير خالص ولو هنا بنز اللي بيتربط منه في الجزء اللي بيديله الدوران وزي ما قلتلك إن أنا ممكن أستخدم أقلام التجليخ دي في مشغولات في سقوة صغيرة أو في عمليات تجليخ لحاجات صغيرة جدا وقلتلك إن كمان الأحجار ديت أو أقلام التجليخ الصغيرة ديت بيستخدمها كمان ده كترة الأسنان طيب تعالى نشوف العوامل اللازم مراعتها لاختيار الحجر المناسب نمرة واحد علشان اختار الحجر المناسب لازم أعرف نوع التجليخ المطلوب يعني أنا بعمل تجليخ خشن ولا بعمل تجليخ ناعم نمرة اتنين سمك وقطر الحجر المناسب لعملية القاطع لأننا السمك ده ممكن سمك الحجر يكون قليل فأعمل عمليات التجليخ في أشواط زيادة وكبيرة إنما لو عندي شغلة عريضة يبقى أخذ سمك حجر كبير ما تنساش إن قطر الحجر هيأثر في فطول القوس المماز صح زائد إن قطر الحجر أنا ممكن أكون بعمل عملية تجليخ اسمها تجليخ سطحي فيبقى قطر الحجر بيديني التجليخ السطحي بواجه الحجر بيديني تشغيل أكثر مناسبة نمرة ثلاثة بنية الحجر من حيث إذا كان كسيف أو متوسط أو بسيط لأن بنية الحجر في مسافات ما بين الحبيبات ممكن تديني في شكل التجليخ بتاعي شكل خرباشر أو إن أنا أخلي الحبيبات كلها قريبة من بعض يعني ما فيش مسامية ما بينهم وبالتالي مش هتعمل لي عملية الخرباشر نمرة أربعة مقدار ما يتعرض له حجر التجليخ من سرعة قاطع يبقى أنا عشان أختار الحجر المناسب لازم أعرف نوع التجليخ لازم أعرف نوع سمك الحجر وقطره بنية الحجر مقدار ما يتعرض له الحجر من إجهادات وكمان نوع المادة الرابطة يبقى لازم أبعرف نوع المادة الرابطة ونوع المادة الحكة وبنية الحجر ونوع التجليخ والسمك والقطر المناسب طيب أنا لو عايز أجي دلوقتي وعايز حشتغل بحجر تجليخ حجر التجليخ ده أنا لازم أعمل إيه أحافظ على سلامته سلامة الحجر خلي بالك أن في أحجار المادة الرابطة بتاعتها نشفة وأحجار المادة الرابطة بتاعتها طرية طيب أنا دلوقتي عشان أحافظ على سلامة الحجر معرضوش للصدمات معرضش الحجر ده أن يتسكب عليه مواد سائلة زي الميا والزيوت نمرة ثلاثة أن الأحجار تخزن بشكل سليم نمرة أربعة أن التشغيل على الحجر يكون تشغيل سليم مربوط كويس ومعمول كل عليه كل الاختبارات اللازمة علشان أقدر أقول أن الحجر ده نافع عندي فيه عملية التشغيل ولا لأ يبقى لازم أعرف الحجر سليم ولا لأ لازم أحافظ عليه في عمليات التخزين يتحط في أرفف وفي أدراج والأحجار كمان اللي المادة الرابطة بتاعتها لينة أبدأ أعمل لها إيه؟ أحطها ما تبقاش وقفة لازم تبقى نايمة علشان ما يحصل لهاش أنها يحصل لها عوجاج أو انحراف عن مركزها تعالوا نشوف كده مع بعض الاحتياطات اللازمة الاحتياطات اللازمة علشان المحافظة على أحجار التجليخ نمرة واحد مراعاة أن يتم نقلها وتداولها باحتراس شديد وعناية حتى لا تسقط وترتطب يبقى أنا معرضهاش للصدمات نمرة اتنين أن يتم تخزين الأحجار بترتبها بالنظام في أرفف أو صناديق أو أدراج خشبية مناسبة لقطرها وسمكها نمرة تلاتة يجب وضع الأحجار المرنة على مستوى أفقي حتى لا تلتوي نمرة اربعة مراعاة أن يكون التخزين في مكان جاف بعيدا عن الحرارة الشديدة نمرة خمسة يجب أن تجرى عملية تفتيش على الأحجار بعد عملية نقلها للتأكد من أنها لا تشرخ أو تكسر يبقى لازم أعمل عليها عملية اختبارات زي ما قلت لكم ونمرة 6 مراعاة أن تنقل الأحجار الكبيرة بوسطة عربات خاصة يعني ما تنتقلش باليد عشان ما تتعرضش للخدش أو تتعرض للكسر طب أنا دلوقتي لما أجي وعندي حجر أعمله اختبار إزاي إزاي أختبر حجر التجليخ بتاعي من أن الحجر ده سليم أو مش سليم عندي حجر تجليخ قبل ما اشتغل به ما أنا ممكن الحجر ده لو مش سليم وركبته يعمل لي مشاكل في المشغولة اللي أنا بعملها أو يعمل لي مشكلة أن يتطاير منه حاجة فتأذي العامل أو الفن اللي شغال بيها وبكده لازم أعمل عملية اختبار للحجر طب الاختبارات اللي لازم تتم على الحجر تكون شكلها إيه؟ نمرة واحدة أن أنا بص عليه بالنظر لو في حاجة شزة فيه ممكن أشوفها بعيني نمرة اتنين إيه؟ أن أنا أعمل عملية طرق بحاجة زي أداة خشبية لو الحجر بتاعي أصدر صوت رنان يبقى سليم إنما لو أصدر صوت مكتوم أكيد يبقى فيه شرخ أو الحجر ده جي عليه مية أو جي عليه سائل أو جي عليه زيت يبقى الحجر ده بيقوله عليه شارب مية أو شارب زيت زائد إن الحجر ده لازم أتأكد إن أنا لما حجر بطه وهو بيلف حوالي نفسه فيه مركزية في الحركة بتاعته فيه مركزية في سرعته واستدارته ما فيش اللا مركزية دي هتعمل عملية تردد هتأذي الحجر وتأذي الشغلة وأكيد بتأذي الفني كمان اللي شغال تعالوا نشوفه مع بعض اختبار سلامة الحجر وخلوه من الشروخ والكسور أنا دلوقتي لما حاجي أختبر الحجر بتاعي حامل إيه؟ هنقول نظرا لسهولة تعرض مادة الحجر للشرخ أو الكسر فإنه من الضروري اختبرها ولما حاجي أختبرها قبل كل استعمال للتأكد من خلوها من هذين العيبين يتم ذلك بتعليق الحجر حرا من سقب ثم أتدق عليه خفيفا دقا خفيفا بأدخة شبية تناسب حجم الحجر يعني ما تجيبش أدخة شبية كبيرة قوي والحجر صغير فإن صدر رانين مكتوم جدا فمعنى ذلك أن الحجر مشبع بالزيت أو الماء نتيجة إهمال استعماله وصيانته وإذا صدر صوت بدون رانين فمعنى ذلك أن الحجر مشروخ أما إذا صدر رانين معدني فمعنى ذلك أن الحجر إيه؟ أن الحجر سليم طيب أنا دلوقتي لما أجي أثبت الحجر بقى أثبته إزاي نمرة واحد الحجر ما بيتثبتش على العمود دايريكت يعني ما بربطوش على العمود لا ده أنا بعمل إيه؟ بحط حلقات الأول وأحط الحجر على العمود اللي حيدور عليه وبعد كده بربطه من الجانبين بجلبتين اللي هم إحنا بنسميهم وردة بكون ورد سميكة طبعا بيبقى فيه في النص جلب ما بين الوردة وما بين الحجر ما بين الوردة وما بين الحجر وابدأ أعمل عملية الرابط عليه طب لو جاني السؤال دا اذكر أو اشرح مع الرسم طريقة تزبيت أحجار التجليخ فنحرسم الرسمة وأقول له أننا نمرة واحد يجهز الحجر في ثقبه بستوانة مجوافة مصنوعة من معدن لين لازم يكون فيه هنا جلبة من معدن لين أو حلقة من معدن لين كالرصاص تعمل على وسادة تمتص الضغوط نمرة اتنين يتكون جهاز ربط الحجر من قرصين من الصلب بقطرين متساويين القرص اللي على اليمين دا والقرص اللي على الشمال دا ويتم تثبتهم ويكونوا الاتنين بمقاس واحد ويتم تثبتهم على الحجر ونمرة ثلاثة يتم تثبيت القرص الداخلي في عمود المكينة بخبور يعني القرص اللي جوه دا متثبت بخبور عشان لما ربط عليه بقى القرص دا بيلف ومن ضغطه على الحجر بيلفف معاه الحجر يبقى يثبت القرص الداخلي في عمود المكينة بخبور وبذلك ينتقل عزم الدوران إلى الحجر ثم عن طريق الوسيط اللين اللي هو الكرتون أو المطاط اللي أنا حطيته طب اختبر اتزان الحجر ده إزاي بعدما قبل مربوطه يبقى لازم أعلقه حر الأو تعالى يبقى اختبار اتزان الحجر إزاي إن أنا دلوقتي حعلق الحجر كده حر على العمود وحلزق فيه هنا ثقل وابدأ أعمله عملية الدوران يبقى أنا بيجي بالعناية بدقة تمة بعملية اتزان الحجر دوراني لأنه لو ما فيش اتزان دوراني حيؤدي إلى تلف الشغلة وتلف الحجر حتى لا ينشأ قوة طردة مركزية ما يعملش حدف والتي تعطي حركة رحوية للحجر أثناء دورانه وربما كسره خاصة في السرعات الدورانية العالية ويجرى اختبار الاتزان في مكانة اتزان خاصة إلا أنه يمكن إجراؤه بطريقة مبسطة بضحرجة الحجر يعني ممكن أخلي الحجر يتضحرج فيجري كده على الأرض في حيبان أو أن أنا أضحرجه على حفتين من قاضبين متوازين عدة مرات حيبان من الشكل ومن الصوت اللي هيعمله أو أن أنا أعلقه كده على القاضبين المتوازين وحط هنا الثقل وابدأ أضحرجه فهيبان إذا كان هو ماشي باستدارة كاملة وما بيحصلش في تغير ولا بيحصل تغير في الشكل بتاعه طيب تعال بعد كده في حاجة اسمها تهزيب الأحجار إيه هي تهزيب الأحجار أنت عندك دلوقتي الحجر عبارة عن مادة حكة ومادة ربطة المادة الحكة عبارة عن حبيبات زي السيليكة بتاعة الرمل وقلنا الكوران ضم وعندي تراب الماس ومسحوق الصنفرة فأنا عندي الحبيبات دي بعد ما هعمل بها عملية تجليخ هيبقى اللي بتسموها تثلم يعني بقت بردة ما بقتش تاكل في المعادن طب أعمل إيه؟ لو دلوقتي الحبيبات دي ما بقتش بردة هخلي الحجر شغال وبيدور وحقرب منه زراع حاجة كده زي قلم الخراطة بس من مادة نشفة جدا وابدأ أعمله عملية تهزيب يعني إيه عملية تهزيب؟ إن أنا أشيل من عليه الحبيبات اللي باقت غير فعالة وطبعا أنا بشيلها إزاي؟ مش أنا قلت إن المادة الربطة دي في مواد منها صالدة ومواد طرية بس كده كده المادة الربطة لازم من مواصفتها إنها تساعدني إن أنا أزيلها وزيل كمان الحبيبات الحكة كل فترة علشان لما زيل الحبيبات الحكة اللي ما بقتش تعمل احتكاك عندي لما بزيل الحبيبات دي بتظهر حبيبات جديدة أقدر أعمل منها عملية تجليخ بطريقة جديدة تعالوا نشوف مع بعض تهزيب وتمشيط أحجار التجليخ وتسويتها بيحدث الكلام ده إزاي؟ بيحدث الكلام ده عن طريق إن أنا بعلق الحجر وده عندي قابض والقابض ده بسبت فيه ألم بيكون فيه ماسة طب ليه ماسة؟ لأن الماس أصل بالمعادن ولما يكون أصل بالمعادن يبقى هو اللي حياكل في الحجر والحجر مش حياكل فيه فيجب من الحين للآخر وخاصة فيه عند تجليخ المواد الطرية بيتجمع جزازات ما بين حبيبات الحجر هنا من المواد الطرية اللي كنت بعملها أو إن الحبيبات الصالدة دي بتكون تأكلت إن أنا أعمل لها إزالة وذلك تجرى عملية تمشيط سطح الحجر بإزالة طبقة سطحية منه وإبراز حبيبات جديدة كما يتم تهزيب الحجر للتسوية لو تسوية شكل الحجر وأعادته إلى الشكل المطلوب بعد أن يكون حصل تشوه من عمليات التجليخ المتكررة طب خلي بالك كده لما باجي أثبت الحجر لازم أخلي بالي من الأوضاع الصحيحة في عملية التسبيت خلي بالك أنت دلوقتي ده العمود اللي راكب في المطور بتاع الحجر دي الصمولة اللي راكبت في التسبيت طيب أنا دلوقتي ده العمود وده الحجر ودي الصمولة لما تيجي تحرك ألم بتسنه أو عملية التهزيب بتاعتك تكون بتتحرك في ناحية العمود ولا في ناحية الصمولة آه لازم أتحرك في ناحية العمود ليه؟ علشان كده يبقى في ناحية التسبيت الأساسي بتاعها إنما لو بتحرك لبرة أنا بتحرك للجزء الأضعف اللي ممكن يعمل أي اهتزاز وخلخلة عندي وبالتالي ممكن يفك الحجر طيب وأنا بعمل عملية السنة أو الشحز أو عملية التهزيب لازم يكون الألم بتاعك الميل بتاعه مع اتجاه الدوران بحيث أن الشرارة بتاعتي تكون لأسفل ويكون الضغط بتاعه كمان الحاجات المتطيرة بعيدة عني إنما هنا لو موجود كده بشكل أفقي لا لازم يبقى مايل مع اتجاه الدوران إنما هنا بص كده مايل لأعلى في عكس اتجاه الدوران يعني ممكن وهو بتحرك يغير اتجاه الحجر ويأذي اللي يشغال بعملية التشغيل يبقى لازم اتجاه الحركة يكون في اتجاه العمود مش في اتجاه السامولة وفي نفس الوقت اتجاه السن بتاعي أو اتجاه التهزيب لازم يكون في نفس اتجاه دوران الحجر طب أنا لما باجي أستخدم مكينات التجليخ مكينات التجليخ عندي بتختلف من مكينة إلى أخرى مكينات التجليخ إحنا عارفين إن من ضمن المكينات دي مكينات بستخدمها لعمليات الشحز يعني بعمل عمليات إن أنا سن أدوات القاطع زي أقلام الخراطة زي البنطة اللي أنا بعمل بها عمليات التأب زي سكينة الفريزة زي سككين التفريز المختلفة اللي موجودة عندنا طيب أنا دلوقتي في عمليات تانية احنا قلنا من أهم العمليات اللي احنا بنعملها في عمليات التجليخ اللي هي عمليات التجليخ للمشغولات فالمشغولات دي ممكن يكون التجليخ بتاعها تجليخ استواني يعني عندي شغلة استوانية وبعمل لها عملية التجليخ وممكن تكون عملية التجليخ دي عملية تجليخ سطحي طب عملية التجليخ السطحي لو أنا عندي شغلة من المشغولات وعايز اعمل لها عملية تجليخ سطحي لو اقولنا ان دي شغل فانا ممكن الحجر الاستواني ده يكون زي ما هو كده وعمال بيلف وانا بعمل عملية التجليخ بسمك الحجر فحيروح كده بمشوار ويرجع ومشوار ويرجع ومشوار ويرجع وبالتالي يبقى انا كده عملت تجليخ سطحي عن طريق سمك الحجر انما ممكن تجليخ سطحي تاني يتم ازاي بواجه الحجر مش الحجر ده استواني مدور كده ممكن اخلي الجزء الدوراني ده هو اللي يحتكب سطح الشغلة يبقى ده كده تجليخ سطحي بواجه الايه الحجر وده طبعا هيختلف في ايه لو انا بعمل تجليخ بسمك الحجر يبقى اكيد عمود الحجر عمود افقي ولو عملت تجليخ بواجه الحجر يبقى عمود الحجر عمود ايه عمود رأسي وبالتالي هتختلف المكينة اللي انا بستخدمها في عملية التجليخ من عمود رأسي لعمود افقي من عملية التجليخ السطحي لاشكال استوانية فحيبقى اشكال استوانية هي مدورة وبعمل لها تجليخ سطحي بالوش وهي كمان بتلف يبقى في حركة رئيسية دورانية ليه الحجر وحركة دورانية تغذية كمان للشغل وممكن تبقى تجليخ عن طريق الحفة الخارجية وبالتالي هيبقى حركة التغذية دورانية ليه حركة دورانية الحركة الرئيسية للحجر وحركة التغذية كمان في الحجر إنما بالوجه حتبقى الحركة الرئيسية للحجر وحركة التغذية حتبقى للشغلة تمام؟ تعالوا نشوف مع بعض طرق التجليخ على مكينات التجليخ ونرجع لبعض تاني مكينات التجليخ مكينات التجليخ بتستخدم مكينات التجليخ في عمليات التجليخ المختلفة زي تسويت الأسطح ودي في تسويت الأسطح زي درجة التشتيب عالية الدقة مع الحصول على انتاجية عالية وتنقسم مكينات التجليخ من حيث الغرض للأنواع التالية نمرة واحد مكينة تجليخ الأسطح المستوية نمرة اتنين مكينة تجليخ الاستوانات من الداخل والخارج بأستوانية نمرة تلاتة مكينة سن العدة أو مكينات سن العدة نمرة اربعة مكينات تجليخ خاصة عشان بعض المشغولات الخاصة نمرة خمسة مكينات تجليخ إزالة الزوائد المعدنية زي لم أعمل تنظيف للمشغولات المعمولة بالسباكة أو بالحدادة تمام؟ طب تعالى كده نشوف التجليخ السطحي هنا ده تجليخ سطحي لمشغولة على شكل متوازي مستطلات يعني وشكلها مسطح وهنا حجر التجليخ بيعمل عملية التجليخ بوجهه إذن حجر التجليخ هنا هيكون بيتحرك حجركة دورانية والشغلة بتتحرك عندي حركة ترددية اللي هي بتديني الأشواط بتاعتي وممكن تكون هي كمان اللي بتاخد حركة التغذية طيب إيه النوع التاني؟ يبقى أنا عندي ده العمود هنا عمود رأسي عمود الحجر رأسيا أو عمود الحجر ممكن يكون أفقي لأننا ممكن أشتغل بالحفة الخارجية إنما عمود الحجر التجليخ بيكون رأسي ووجه الحجر وضعه أفقي الوجه بتاعه أفقي يحدث القاطع بواجه الحجر وتتحرك الصينية حركة طولية للتغذية الصينية بقى اللي شايل الشغل هي اللي هتتحرك طيب لو غيرنا بقى بالشكل دا كده يعني الشغلة اللي تحت دي استوانية يبقى أكيد الحجر دا دلوقتي حيتحرك حركة دورانية والصينية اللي شايلة الشغلة دي هتتحرك هي كمان حركة دورانية علشان الحجر يمس كل الأسطح بتاعت الشغلة خلي بالك أنا هنا خدت أحجار تجليخ العمود بتاعها عمود رأسي العمود بتاع الحجر هنا عمود رأسي يعني الحجر هنا بيعمل عملية التجليخ بالوجه طب هو العمود ممكن ما يكونش رأسي آه طبعا أنا ممكن أعمل هنا عملية تجليخ سطحي ويكون العمود بتاعي عمود أفقي بص كده العمود هنا أفقي والحجر هنا بيعمل عملية التجليخ بالحفة الخارجية بالسمك بتاعه وممكن يعمل عملية التجليخ هنا للسطح ده على أساس أنه سطح سطواني يبقى الحجر هنا بيدور الحركة بتاعته الرئيسية والشغلة عن طريق الصينية اللي بتحملها هتتحرك هي كمان حركة دورانية علشان تديني التغذية وتديني عملية التجليخ في المحيط الدائري لسطح الشغل إنما هنا الشغلة هنا عدلة يعني شغلة على شكل مستطلات أو متوازي مستطلات يبقى الحجر هيتحرك هنا حركة دورانية والصينية الحاملة للشغلة هتحرك حركة إيه؟ تردو دي يبقى عمود الحجر التجليخ أفقي الوضع والحجر في وضع رأسي يحدث القاطع بمحيط الحجر وتدور الصينية حركة طولية للتغذية زي دي كده أو حركة دورانية زي اللي موجودة عندي هنا طب تعال نشوف عناصر الحركة الرئيسية عندي حركة للحجر وعندي حركة للصينية الحجر بيتحرك والصينية كمان بتتحرك تعال نشوف العناصر دي نمرة واحد دوران حجر التجليخ أفقيا أو رأسيا يعني العمود بتاعه ممكن يكون أفقي أو عمود رأسي حول محور دوران المكينة الرئيسي بسرعة تتراوح ما بين 1500 و2000 متر لكل دقيقة وطبعا متر لكل دقيقة تبقى دي سرعة خطية ممكن أروح أحولها على حسب قطر الحجر فيديني عدد اللفات يبقى أنا عندي حركتين رئيسيتين الحركة بتاعة الحجر والحركة بتاعة الصينية نمرة اتنين تتحرك الصينية حاملة الجزء المراد تجليخه تحت الحجر مع ملاحظة أن تكون طرق التثبيت تبعا لتوافق حجم وشكل الجزء يعني ممكن أنا دلوقتي الجزء بتاعي بحجم يتناسب أن أنا أربطه مع ظرف مغناطيسي لما يكون في المعادل الحديدية وممكن يكون حجمه مش هيتناسب مع الربط المغناطيسي فأربطه مثلا بمنجلة أو أربطه ما بين زومبتين إذا كان سطواني يبقى أنا دلوقتي بتتحرك الصينية وبتتحرك كمان حجر التجليخ ولازم أشوف عملية الربط دي حتى تناسب مع إيه طب تعال نشوف كده المكينة بتاعة التجليخ ذات العمود الأفقي أجزاءها إيه لازم حيكون لها هيكل متين علشان تتحمل السرعات العالية وما يحصل لهاش اهتزازات نمرة 2 رسمة متحركة إلى أعلى وأسفل حاملة عمود الحركة نمرة 3 الصينية اللي حسبت عليها المشغولة وهي مثبتة على الإيه على الفرش يبقى أنا الأجزاء الرئيسية اللي لازم تكون موجودة عندي أن يكون فيه هيكل متين للمكنة لأنه حيبقى فيه سرعات عالية جدا وما نشعيز يحصل فيها اهتزاز نمرة 2 رسمة متحركة إلى أعلى والأسفل علشان تحرك حجر التجليخ إلى أعلى والأسفل علشان يديني عمق القطع داخل الشغلة ويكون عندي صينية بيتثبت على المشغولة وأقدر كمان أحرك الصينية تعال نشوف شكل المكينة دي ايه دي مكينة تجليخ وده مكينة تجليخ سطحي والعمود بتاعها أفقي علشان كده أنا نشايف الشكل ده يبقى أنا دلوقتي الأجزاء بتاعتي عندي الهيكل وعندي دي الصينية اللي بتتحرك والصينية دي ممكن تتحرك لليمين والليليسار ممكن تحرك لقدام عكس يعني عمودي على اليمين واليسار اللي قدام وللورا وزائد إن أنا الحجر بتاعي التجليخ بتاعي موجود هنا على رسمة بحيث إن أنا أقدر أطلعه الفوق ونزله لإيه لتحت يبقى أنا عندي الحركة الرأسية حركة دورانية والحركة التانية اللي حتديها الشغلة حتبع حركة إيه تردو دي طبعا أنا عندي دلوقتي الحجر ده مين اللي حينزله لتحت أو لفوق شايف اليد دي اليد دي متركبة مع مجموعة تروس مع عمود بحيث إن أنا لما ألف اليد الحجر بتاعي أقدر أنزله الأسفل فياخد عمق القاطع داخل الشغلة أو أطلعه لإيه لأعلى زائد إن أنا دلوقتي عندي يد هنا اللي اسمها واحد واثنين دول اللي أنا لما بقدر أحركهم بيخلي الصينية بتاعتي تتحرك لليمين أو اليسار أو لقدام أو لورا بحيث إن أنا أخذ فيليمين واليسار الحركة الترددية اللي حتخلي الحجر يبدأ ياخد عملية التجليخ للشغلة من أولها لآخرها أو اليد التانية اللي حتديني التغذية العرضية اللي موجودة عندي طيب أنا دلوقتي عرفت هنا إن المكينة دي العمود بتاع الحجر بتاعها عمود أفقي طيب والمكينة اللي العمود بتاعها رأسي آه تعالى نشوف مع بعض المكينة إيه اللي العمود بتاعها رأسي بص كده ده كده هيكل وده فرش وده الصينية اللي أنا حقدر أحركها في أي اتجاه دي نمرة واحد نمرة اتنين في عندي هنا رسمة الرسمة دي بتتحرك على الهيكل الأعلى والأسفل عشان تنزل الحجر التجليخ بتاعي للشغلة تحت وفي رسمة تانية راجبة عليها بحيث إن الرسمة دي حتتحرك لغاية ما تقرب إنما الرسمة دي اللي حتديني عمق القطع إن أنا نزل الحجر لتحت ربع ملي نص ملي داخل الشغلة طب وهو إيه البكرة دي؟ البكرة دي معمولة عبارة عن بكرة مربوط معها سلسلة علشان تعمل عملية تأمين للرسمة الكبيرة دي إنها تسقط لأي سبب من الأسباب على الشغلة يبقى البكرة دي عملة حمل بتشيل الرسمة الكبيرة دي علشان تأمين الرسمة طب وإيه ده؟ ده سير بقى واخد الحركة من التنابير اللي جاء من المطور عشان يديني الحركة الدورانية يبقى هنا دلوقتي حقول إن أنا من الأجزاء نمرة واحد هيكل متين نمرة اتنين رسمة اللي اسمها ده الرسمة دي بتتحرك لأعلى والأسفل حاملة عمود الحجر المثبت عليه نمرة تلاتة فرش يركب عليه الشغلة بتاعتي هو والصينية نيجي بعد كده نمرة اربعة عمود الدوار الحامل للحجر العمود اللي شايل الحجر هن نيجي نقول تاني خلي بالك من إيه؟ أنا عندي الحركة الدورانية بتيجي من المحرك عن طريق التنبورة به اللي بتروح للتنبورة جين فبتديني الحركة الدورانية لعمود الحجر والمثبتة على المحور الحجر يبقى أنا دلوقتي عندي التنابير دي بتنقل الحجر الحركة بالسيور لعمود الحجر بتاعي طيب والبكرة اللي فوق بتتحرك الرسمة بتاعتي اللي هي اسمها ديل دي لأعلى والأسفل بواسطة يد موجودة هنا ألف اليد دي قمدي تطلع لفوق أو تنزل ايه؟ لتحت ويلاحظ أن الرسمة متصلة من أعلى بسلاسل السلاسل اللي موجودة هنا دي مر على بكرة وفي نهايةها ثقل البكرة دي فيه في النهاية بتاعتها ثقل علشان تحفظ الاتزان داخل المكنة وبعد كده بتوضع الشغلة على الصينية ويحرك الحجر التجليخ ينزل لها وبعد كده أبدأ أعمل عملية التحريك وعملية التجليخ طيب هو أنا دلوقتي لما باجي أشتغل بسرعات قطعة سرعة القطع والتغذية عند التجليخ السطحي بتكون بتتحرك ما بين ايه وايه او فرنجي ما بين ايه وايه نمر واحد السرعة المحيطية للحجر بتكون ما بين 10 الى 26 متر لكل ثانية السرعة المحيطية ما بين 10 الى 26 متر لكل ايه متر لكل ثانية طيب نمرة 2 السرعة المحيطية دي لقطعة الشغلة المجلخة يعني هيبقى في حركة سرعة لحجر التجليخ وسرعة للشغلة السرعة بتاعت حجر التجليخ بتاعتي بتكون ما بين 10 ل 26 متر كل ثانية إنما بتاعت القطعة المجلخة اللي هي الشغلة ما بين 20 إلى 35 متر لكل ثانية نمرة 3 بيكون عمق القطع شوف بقى عمق القطع قد إيه ما بين 1 من 100 إلى 15 من 1000 ملي متر في المشوار الواحد ما بين 1 من 100 إلى 15 من 1000 ملي متر في المشوار الواحد ده عمق القطع يعني باخدش عمق القطع كبير ملي أو نص ملي لا ده أقل من كده بكتير بيكون التغذية بتاعتي أو حركة الحجر الموازية للقطعة من 2 على 5 إلى 4 على 5 عرض الحجر يعني التغذية بتاعتي خمسين لأربع أخماس عرض الإيه؟ عرض الحجر طيب استخدامات مكينة التجليخ السطح إيه؟ تجليخ الأسطح الطويلة، تجليخ الشنابر والورد، تجليخ المناشير الطويلة اللي بتجلخ ثلاثة منها في نفس الوقت يعني ممكن أحطه 3 مناشير وعمل لها عملية تجليخ باستخدام الظرف المغناطيسي الظرف المغناطيسي ده اللي احنا بنعمل عملية المسك بيه أو الربط وبكون مستوية ومتوازية بإزالة 15 من 100 ملي متر من كل وجه وقد وجد أن الوقت الفعلي لعملية تجليخ الأوجه الستة للتلات مناشير بتعمل 80 ثانية نمر أربعة أعمل تجليخ للأسطح الفاصلة للأوالب بتاعة الاستنباط المعدنية طيب أنا بربط المشغولات إزاي؟ بتستخدم أول حاجة لأزرف الممغناطة وديت للمشغولات الحديدية لأن المغناطيس مش هيمسك حاجة إلا إذا كانت حديدية وبتحتوي الأزرف الممغناطة ديت على ملفات كهربية بحيث أن أنا لما أوصل الطيار الكهربي للملفات بيتولد مجال مغناطيسي يبقى تحتوي الأزرف على ملفات كهربية عند مرور طيار كهربي متردد بيتولد مجال مغناطيسي بيجزب الأجزاء المعدنية يبقى كده حيجزب الشغلة ويمكن استعمال الماء للتبريد مع الأزرف الممغناطة كهربيا ولكن لابد من استخدام طيار من الهواء ينفخ خلال الظرف ليمنع دخول الماء ويكون تكوين رطوبة داخل الظرف يبقى عملية الرابط بالظرف المغناطيسي حيكون للمشغولات الحديدية وإن أنا كمان ممكن أن أنا أستخدم سائل تبريد بس يكون عندي نفخ للهواء طيب أنا دلوقتي وأنا شغال مش ممكن الظرف المغناطيسي ده ينقطع عنه الطيار آه ممكن يبقى أسباب انقطاع مغناطة الظرف المغناطيسي ممكن تكون للأسباب التالية نمرة واحد قطع في الدائرة الكهربية أو قطع في الدائرة خارج الآلة وتظهر في احتراق المصهرات حلاق إن المصهرات بدأت تسيح يعني الفيوز بتاعي بتاعي الماكانة ساحة نمرة اتنين انخفاض ملحوظ في الجهة يبقى أسباب انقطاع المغناطة خلي بالك ده سؤال بيتكرر كتير في الامتحانات أسباب انقطاع المغناطة نمرة واحد قطع في الدائرة الكهربية وده بيؤدي لاحتراق المصهرات نمرة اتنين انخفاض ملحوظ في جهد الطيار نمرة تلاتة بعض التوصيلات غير موصلة نمرة اربعة إن يكون في طلف بعض الكابلات نمرة خمسة الفرش بتاعي أو الفرش بتاعتي بتحتاج تغيير للتآكل نمرة ستة وجود قصر في الدائرة بسبب الأتربة خلي بالك إن القطع على مكينة التجليخ من أهم طرق التسبيت هو الظرف المغناطيسي وده اللي بيخليني أقدر أمسك المشغولات الحديدية طب هو من أهمها ليه؟ من أهمها لأن أنا لو مسكت على منجلة ممكن مكان المسك بتاع المنجلة يقلل في المساحة اللي ممكن أعمل لها عملية التجليخ طب أنا لما أمسك بالظرف المغناطيسي أو بالظرف الممغناط فكرة عمله إيه؟ أنا عندي ملف كهرابي الملف ده أول ما بيتوصله طيار كهرابي بيتحول لمغناطيس أو بيولد مجال مغناطيسي المجال المغناطيسي ده بيجذب الإيه؟ كل المشغولات الحديدية وبالتالي لما هيجذب المشغولات الحديدية ديت أنا أقدر أعمل عملية التجليخ طب بما إن ده كان بالكهرابي ومجال مغناطيسي ماينفعش أحط سائل تبريد لأن فيه احتكاك؟ لا ينفع وطالما ينفع يبقى أنا لازم أحط مضخة هوا تقوم تعمل عملية نفخ لمدة التبريد عشان تبعد مدة التبريد وتبعد عني السائل اللي موجود وما يعملش فاصل ما بينه طب لو أنا حصل ولقيت إن الظرف المغناطيسي أو الماسك المغناطيسي ده مش ماسك أسباب انقطاع المغناطة إيه؟ أكيد نمرة واحد انقطاع في الطيار نمرة اتنين انخفاض ملحوظ مثلا في الجهة نمرة تلاتة إن فيه حاجة تسربت ما بين الشغلة وما بين الظرف تعال كده نبص تاني ونشوف يبقى أسباب انقطاع مغناطة الظرف نمرة واحد قطع في الدائرة خارج الآلة ودي بتظهر في احتراق المسهرات انخفاض ملحوظ في جهد الطيار نمرة تلاتة بعض التوصيلات غير موصلة نمرة أربعة تلف بعض الكابلات نمرة خمسة الفرش تحتاج تغيير لتأكلها أو ضعيف بأي الفرش وجود قصر في الدائرة بسبب الأتربة أو الرطوب طب إيه هي الإرشادات بقى اللي لازم أكون واخد بالي منها لما استخدم الظرف الممغنط نمرة واحد يجب عدم فك أجزاء الظرف الظرف ده ما تتفكش أجزائه علشان ما يحصلش فيه تلف ما يحصلش فيه إن أنا سبب قصر في أي دائرة كهربية نمرة اتنين الظرف الممغنط لا يجزب المعادن الغير حديدية أو أي حاجة غير الصلب الظرف الممغنط بما إن فيه مغنطيس وفيه مجال مغنطيسي يبقى لازم المادة اللي بحطها تكون مادة حديدية أو شغلة حديدية عشان يؤثر عليها نمرة ثلاثة بتعتمد قوة الجذب على مساحة سطح التلامس يبقى أنا دلوقتي لازم أخلي بالي من إيه؟ لو أنا حستخدم ظرف مغنطيسي نمرة واحد إن أنا تكون المادة دي مادة حديدية أي مادة غير حديدية أو ما كانتش من الصلب أكيد الظرف بتاعي ده مش حيمسكها نمرة اتنين إن الظرف المغنطيسي ده محدش يفكه بأي حال من الأحوال لأن لو فكيته أنا ممكن أعمل قصر في أي دائرة كهربية موجودة جواه وبالتالي حعطل الظرف بتاعي نمرة ثلاثة إن كلما كانت مساحة الشغلة كبيرة حجم الشغلة كبير المغنطة اللي موجودة عندي حتقدر تجذب الشغلة أو تعمل فيها عملية ربط وبالتالي أبقى أنا كده خدت الاحتياطات اللي موجودة عندي يبقى كده فضل لنا إيه؟ الماكينات بتاعة التجليخ عايزين تعرفوا إيه هي ماكينات التجليخ وبتشتغل إزاي في سن العدد أو المشغولات يبقى لازم تنتظروني في الحلقة القادمة إلى أن أراكم على خير بإذن الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته